طيب من الأخبار اللي معنا النهاردة خبر عن اتحاد الكورة اتحاد الكورة اللي بيحط ضوابط وقواعد المشاركة في الأندية المصرية اتحاد الكورة قرر انه هو يقلل عدد اللعيب المعارة من نادي واحد لست لعبين يعني النادي مش هيكون مسموح لي انه يعير لعبين اكتر من ست لعبين اعتقد ان هم كمان حددوها انه ما يكونش فيه اعارة لنادي واحد اكتر من ثلاث لعبين يعني من حقك تطلع ستة وبحد اقصى لنادي واحد ثلاث لعبين حقيقة يمكن يعني انا متفاهم طبعا فكرة انه في رغبة في اتاحة مساحة اكبر للمنافسة يمكن سيطارة الاندال كبيرة عموما يعني في مصر على عدد كبيرة جدا من اللعبين على الرغم انه انا يمكن يكون مش مقتنع بده يعني ممكن يبقى لاوي او فيه ناس تانية مش لازم انا شخصيا يعني ممكن ناس تانية تشوف انه ده واحد من اهم واحد مصادر التمويل قدرة الاندية خصوصا الاندية اللي عندها قوات ناشئين كبيرة في مصر عندك اندية مش بس اندية جمهرية عندك اندية زي امبي عنده قطاع ناشئين محترم جدا المقولين عنده قطاع ناشئين محترم جدا ودول مش من أندية جماهرية وبالتالي فكرة أنك أنت تدي مساحة مشاركة واحد استفادة اقتصادية للأندية اللي بتطلع لعبتها على سبيل إعارة أكيد طبعا فيه مكاسب للثلاث أطراف اللاعب اللي ممكن يكون مصيره الدكة أو مصيره أنه هو يبطل كرة أساسا هياخد فرصة أنه هو يلعب في نادي تاني يكون محتاجه محتاج إمكانياته اتنين النادي اللي هيعير اللاعب ده هيستفيد استفادة مادية ويستفيد من أنه اللاعب بتاعه هيشترك فيه مسابقات رجليه هتكون في الملعب هيكتسب خبرة ففي حال عودته مرة تانية هيكون اكتسب خبرة ما كانش ممكن يكتسبها لو تواجد في الفريق أو تم الاستغناء عن نمرة ثلاثة الأندية اللي ممكن تكون عندهاش المقدرة المادية الكبيرة جدا على أنها تبرم صفقات شيروا بها عندهاش إمكانيات مادية تدفع أرقام كبيرة في اللاعبين وبالتالي حل أو اللجوء لحل الإعارة هيكون حل مناسب جدا ليهم ويستفيدوا بإمكانيات اللاعبين وفي النهاية فكرة أنك بتوسع قاعدة المشاركة أنك بتدي فرصة لنجوم جديدة تطلع تزق الأجيال اللي موجودة إما باحتراف خارجي أو إما بتقليل سقف النفقات نهاردة أنت لما بتتكلم على صفقة في الدولة المصري وتسمع رقب 10 مليون و 15 مليون أو حتى الأندية المصرية لما بتروحها الأندية المصرية بقت معروفة أنها أندية غنية يعني النهاردة في أفريقيا أي نادي مصري بيرح يتفاوض مع لعب أفريقي معروف أن أندية المصرية بتدفع لكن لما تيجي تقارب مثلا حجم إنفق الأندية المصرية بنادي مثلا أو أندية زي أندية المغرب أو أندية زي أندية الجزائر أو أندية زي أندية تونس الأندية دي موجودة على الساحة وبتنافس ترجي مش بينافس الوداد والرجا في المغرب والجيش الملكي ونهضة بركان مش موجودين على السحف أفريقيا اتحاد العاصمة الجزائري مش بطل كونفيدرالية السندي تعال شوف وقارن كده بين مستوى الأجور وحجم الصفقات حجم السوق في الدول تلاتة دول دول شمال أفريقي بمن هم قريبين مننا أوضحهم ظروفهم شبهنا شوية تعال شوف قيمة الانتقالات والعقود عندنا هنا في مصر عاملة ازاي فبالتالي لما تتيح قاعدة أكبر للمشاركة من الناشئين ومن اللعبين للشباب اللعب الناشئ عندنا بيوصل لغاية 23 سنة ولسه بنقول عليه ناشئ كم الكبير جدا من قطاعات الناشئين في مصر اللي بتطلع كل سنة كام لعيب كام لعب بيطلع كام كام أنا بكلم عن المستوى مصر كلنا مش بكلم عن المستوى نادي الأهلي مثلا كامك أهلي وزمالك وإسماعيلي ومصري وجونة وزد امتظروا زد أنا بقول لكم استنوا زد السنة الجاية وفيوتشر وبيراميدز وحتى الأندية الصغيرة عندها فيها الأندية كتيرة كده عندها قطاعات ناشئين كام واحد منهم بقى بياخد فرصة للمشاركة؟ كام واحد منهم بيبقى علامة في فرقيته أو في الدوري؟ فيعني مع كامل الاحترام والتقدير طبعا فكرة التنافسية مطروحة وممكن تبقى فيه وجهات نظر تانية طبعا نحترمها مختلفة مع الأراء دي اشتركوا في القناة